وقعت المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الكويت اتفاقية شراكة مع الجمعية الكويتية للأسر المتعففة بهدف تمكين الأسر المحتاجة داخل دولة الكويت لهذه الاتفاقية عدة بنود وأهداف ستساهم في مساعدة العديد من الأفراد والأسر للوصول إلى حياة كريمة عبر تدريبهم ورفع كفاءتهم المهنية في تعاون هو الأول من نوعه وقعت المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الكويت خطاب نوايا أو ما يعرف باتفاقية شراكة مع الجمعية الكويتية للأسر المتعففة لتمكين الأشخاص الذين تعنى بهم المفاوضية في الكويت من الالتحاق ببرامج المساعدات الخاصة بالجمعية من خلال بطاقات الدفع المسبق التي توفر خيارات واسعة وتضمن إصالة المساعدة بفعالية نحن سعيدون اليوم بتوقيع التعاون الأول مع الجمعية الكويتية للأسر المتعففة في مجال تقديم المساعدة النقدية والتدريب لتمكين المهارات الذاتية للأشخاص محل اهتمام المفاوضية طبعا فخورون في هذا التعاون وبالذات أنه نحن نوقع في هذا الشهر يونيو الذي يصادف فيه يوم اللاجئ العالمي كما تتيح هذه الشراكة المجال أمام الشباب والفتيات للحصول على التدريب الخاص بتنمية المهارات مما سيحسن من فرص حصولهم على العمل ويساعدهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية كون الجمعية تقدم خدمات خاصة للأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت فاتفاقية إن شاء الله ستكون عبارة عن تأهيل وتدريب بعض الفئة لتقدمها المفاوضية للجمعية الكويتية للأسر المتعففة بحيث يتم تدريبها وتأهيلها وتقطية بعض الاحتياجات الخاصة لهذه الأسر تهتم المفاوضية في دولة الكويت من خلال هذه الاتفاقية وغيرها ببناء الشراكات المجتمعية مع الجمعيات الخيرية الكويتية من منطلق تضافر الجهود بين الجهات المختلفة لمد يد العون للأشخاص الذين هم بأمس الحاجة للمساعدة وتلبية الاحتياجات الأكثر الحاحن جيان حبيب تلفزيون دولة الكويت